اليوم الثامن والتسعين من هذه الحرب الظالمة على أهلنا في غزة ارتكب الصهاينة 13 مجزرة خلال آخر 24 ساعة ارتقى من خلالها 151 شهيد الآن في منطقة خان يونس قبل أن ندخل في التفاصيل وود أن نشير بأنه يوم الأمس تم السيطرة على مسيرة سكايلارك في جباليا تم قصف موقعي كسوفيم وأبو صفية بالهون الثقيل استهداف القوات المحتشدة في جحر الديك واستهداف دبابة وقصف فرق الأنقاذ شرق نصيرات استهداف جرافة وكان هناك عددا من الجنود حولها جنوب خان يونس وتم استهداف تحشدات لجنود وآليات الاحتلال وسط مدينة خان يونس وآليات للاحتلال شرق خان يونس وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح اعترف الصهاين اليوم بأنه تم جرح سبعة عشر جنديا وقتل جندي واثنين من الجرحة بحالة خطرة في منطقة خان يونس ما زال هناك اشتباكات تدور في وسط المدينة وفي منطقة بنس هيلا البطن السمين قيزان النجار جنوب المدينة يحاول العدو الصهيوني أن يوسع من توغله للسيطرة على الطريق ما بين خان يونس ورفح إلا أن المنطقة القرارة كما ذكرنا يوم أمس هناك انسحابات إلى المنطقة الشرقية والمنطقة في مثلث المطاحن مفترق المطاحن للقوات التي كانت تتواجد هناك قامت بالانسحاب إلى الشمال الشرقي وباعتقاد أن هذه الانسحابات هي دليل على أنهوا العمليات جزئيا وهذا لا يعني بأن المرحلة الثالثة الأقل كثافة وأقل حدة ستكون أقل في عداد الجرحة والشهداء من أهلنا في غزة كما نلاحظ 151 شهيد وهذا ساعات الظهر قد يكون العدد الآن زاد عن 200 لذلك هذا العدو الغاصب يقوم باستهداف المدنيين بالغارات الجوية وبالطائرات المسيرة المسلحة لكواد كابتر كذلك هناك قصف مدفعي وأحزم ناري في العديد من المواقع ما زالت الجرافات الإسرائيلية وفرق الهندس التابعة للصهاينة يقوم بتدمير المربعات السكنية وأي مبنى قائم على الأرض يتم تسويته في الأرض كما ذكرنا سابقا لتجفيف جميع منابع الحياة وجعل مدينة خان يونس غير قابلة للسكن نتحرك للمنطقة الوسطى أقل كثافة المعارك فيها المنطقة الوسطى المنطقة الوسطى ما زال هناك اشتباكات في مخيم البريج من شارع صلاح الدين باتجاه الشرق يحاول العدو أن يزيد من توغله كما لاحظنا عدة أيام وهو يحاول أن يتوغل داخل هذا المخيم إلا أنه ما زال هناك قتال ضاري يدور بينه وبين أبطال المقاومة كذلك يحاول أن يتوغل من المطقة وهو قريب هذا المخيم من الشريط الشائك الشريط الحدولي نعم يحاول أن يتوغل من الجهة الغربية ومن الجهة الشرقية إلا أن هناك مقاومة عنيفة بالنسبة لمخيم انصيرات من شارع صلاح الدين كان هناك توغل باتجاه المخيم ودخل بعمق واحد كيلو إلا أنه قام بالتراجع نتيجة لعمليات المقاومة المنطقة الشمالية من مخيم انصيرات يوم الأمس كان هناك انسحابات وتراجع باتجاه المغراقة إلا أنه هذا اليوم الدبابات تقدمت وهي الآن على تخوم المخيم من الجهة الشمالية وتقوم بإجراء قصف عنيف للمخيم منطقة مخيم المغازي ما زال هناك قصف للمخيم المغازي ومحاولة للتوغل وفصل مخيم المغازي عن منطقة الزوائدة عن مخيم البريج يسعى العدو الصهيوني من خلال هذه العملية بأن يجزئ هذه المنطقة المنطقة الوسطى لسهولة السيطرة لاحقاً خلال تمام المرحلة الثالثة في إقامة المناطق الآمنة نتحرك شمالاً في الشمال الأهدى يعني الجبهة الأهدى هي في الشمال هو الجبهة الأهدى لكن في المناطق الموجودة على نهاية شارع العاشرة يعني منطقة المغراقة يوجد بعضاً من الاشتباكات تدور بين الحين والأخرى الآن بين جحر الديك وشارع العشرة باتجاه شارع الرشيد تتواجد المنطقة الجنوبية العسكرية الميدانية في تلك المنطقة وذكرنا يوم الأمس بأن الجرافات الإسرائيلية تقوم بتجريف هذه المنطقة وبشكل عريض حتى تحقق منطقة سواتر ترابية ومنطقة حصينة تمهيداً للمنطقة الآمنة منطقة الشيخ عجلين ودير الهوى تل الهوى في المنطقة الغربية بين الحين والأخرى يكون هناك بعضاً من الاشتباكات داخل مدينة غزة الآن لا يوجد أي اشتباكات القوات التي كانت موجودة في حي التفاح وحي نتحرك شمال في حي الدرج وحي التفاح انسحبت للمنطقة الشرقية علماً بأن معظم المباني اللي موجودة شرق التفاح والدرج الشجاعية تم تسويتها في الأرض اليوم كان فيه قصف على الصبرة يعني الآن طريقة العمليات الأقل كثافة والأخف حدة القوات تتواجد في المنطقة الشرقية وتتواجد على شارع الرشيد في ميناء غزة وفي المنطقة الشمالية الغربية العطاطرة أبراج الكرامة وأبراج المخابرات تتواجد القوات نتحرك شمال حول مدينة غزة مدينة غزة لا يوجد أي نشاط باستثناء أن الطائرات المسيرة تقوم بقنص كل من يقترب من شارع صلاح الدين أي نوع من هذه الطائرات يتم استخدامها؟ يتم استخدام الكوات كابتر وهذه مزودة برشاش على هذه الطائرة الكوات كابتر أشرنا سابقاً بأنه يوجد عدة موديلات منها نوع لعمليات الاستطلاع ونوع يمكن أن يكون مسلح رشاش أو بقنابل أو بمتفجرات القوات التي كانت تتواجد في بيت حانون وبيت لاهية تم انسحابها إلى المنطقة الشمالية باتجاه غلاف غزة نلاحظ الآن أن القوات الإسرائيلية في شمال القطاع هي تتواجد ضمن مناطق محصنة وجاهزة لرد الفعل السريع وقادرة أن تقوم بالتدخل في وقت قصير إذا دعت الحاجة في فيديو الآن سنشاهده نشرته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد مشاهد من تفجير مجاهدي سرايا القدس حق الألغام والسهداف إذن نتابع هذا هنا نلاحظ بأنه يتم رصد واستطلاع حركة دبابات ميركافة عبر طريق الإمداد جنوب شرق لواء غزة وعندما تحرك عن جنوب شرق لواء غزة تحدث عن المغراقة وجحر الدي حيث تتواجد القيادة الميدانية ماذا يعني رصد واستطلاع يعني بأن أبطال المقاومة ما زالوا فاعلين وأنه لا يوجد سيطرة تامة الآن يتم رصد حركة الناقلات عبر طريق الإمداد دبابات ميركافة هذه نعم الآن أبطال المقاومة هذه نفط العملية هذا في أحد الأنفاق نلاحظ العبط شواظ يتم إخراجها من النفق تمهيدا لوضحها في محاور التوغل محاور التقدم للآليات الإسرائيلية الآن تم وضحها هنا الصورة تفيد بأنه تم وضح هذه العبوات وتم تفجيرها في الآليات تحرك قوات إسناد ونجدي بعدها تفجير حقل الألغام عادة هذه القوات تقوم بمحاولة يعني إنقاذ من أصيب أو إخلاء القتلى من منطقة التفجير هنا نلاحظ رصد واستطلاع قوة مشاه خلال تنقلها عبر الأراضي الزراعية الشرق لواء غزة وهذا كذلك دليل بأن لا يوجد سيطرة تامة للقوات الصهيونية إنما أبطال المقاومة يقوموا بالرصد والمتابعة هنا يتم تمرير المعلومات من خلال القوة التي ترصد الجنود الصهاينة ضمن المنطقة يعني لافت لواء ونحن نشاهد هذا الفيديو في اليوم الثامن والتسعين لهذه الحرب من المفترض أن فصائل المقاومة أنهكة وكأننا في اليوم الأول لهذه الحرب هنا نلاحظ بأنه تم استهداف خط المسير لقوة المشاه بالهاون نفس العملية هذه؟ نعم نفس العملية تابعة لها صواريخ الميو سبعة وهي الكاتيوشا الآن صواريخ وضعت في فتحات على جدران أحد المنازل يتم إطلاقها قذائف الكاتيوشا بالإضافة إلى أن الهاونات موجودة في أكثر من موقع لذلك وتم رصد الجنود الصهاينة تم تمرير المعلومة تم إطلاق قذائف الكاتيوشا 107 وكذلك قذائف الهاون من أكثر من موقع لتحقيق أكبر نسبة قتل في هؤلاء الجنود عملية نوعية نعم عملية نوعية ومركبة لأنه هذه تحتاج إلى من يقضف الهاون من يطلق الكاتيوشا من يراقب وكلها مصورة من مواقع مختلفة نعم هذا ماذا يعني على صعيد الأداء بالنسبة لفصائل المقاومة ونتحدث عن سرايا القدس وليس كتائب القسان نحن نتحدث الآن في اليوم الثامن والتسعين بأن أبطال المقاومة اكتسبوا مهارات قتالية هم على قدر عالي من التدريب والكفاءة وبعقيدة قتالية عالية هنا يتم رصد واستطلاح حركة الدبابات باعتقاد إعادي هو الآن للمقطع الآن اكتسبوا مهارات قتالية ولديهم عقيدة قتالية راسخة في أن يقوموا بمقاومة هذا المعتدي إلا أن أود أن أشير أن الظروف هي صعبة والآن القوات الإسرائيلية بالإضافة للولايات المتحدة تراهن على السنزاف أبطال المقاومة في الفترة القادمة اللافت في الأيام الماضية لهذه الحرب هناك استخدام لصاروخ سام من قبل فصائل المقاومة سنتابع هذا العرض الذي يظهر صاروخ سام وأيضا يستهدف بشكل رئيسي طائرات الأباتشي حدثنا لواء عن هذا الصاروخ هذا السام 18 وصاروخ الإقلة سابقا تحدثنا عن صاروخ السام 7 لكن هذا الصاروخ أحدث من السام 7 السام 18 مداء 5 كيلو 200 متر وزنه 11 كيلو غرام يتم استهداف الطائرات الهليكابتر أو الطائرات التي تطير على ارتفاعات منخفضة الرأس المتفجر وزنه 2 كيلو 200 غرام هذا يعمل على إذا كان على ارتفاع 3 كيلو نص تقريبا يتتبع الحرارة الأشعة تحت الحمراء في الطائرة هذا الصاروخ من تقنية الثمانينات هذه طائرة الأباتشي مزودة بصواريخ الهيلفير هذا صاروخ الهيلفير والحاضنة التي على اليمين أسفل الطائرة 19 صاروخ هذه الصواريخ الهايدرا 70 وهذا الرشاش 30 مليمتر M230 نرجع لصاروخ سام 18 سام 18 يمكن أن يكون فاعل هو تم استهداف طائرات لكن لم يحقق إصابة بسبب منظومات الحرب الإلكترونية التي تتواجد على مثل هذه الطائرات من قبل أجزة التحذير من الصواريخ بالإضافة إلى أجزة تشتيت الحراري وكذلك إطلاق المشاعل الحرارية ونلاحظ عادة عند عمليات الانقضاظ على الأهداف أو طائرات الإنقاذ الطبي عندما تقترب من منطقة الهبوط أو أثناء عملية الإقلاع تطلق بعضا من المشاعل الحرارية التي تعمل على تحييد الصواريخ السام من إصابة هذه الطائرة لكن لو أصاب هذا الصاروخ الطائرة يدمرها سننتقل فيما تبقى من وقت ربما معنا دقيقتان أو أقل التطورات الأبرز اليوم في اليمن هذه التطورات ماذا تقرأ فيها في البعد الاستراتيجي وكيف يمكن أن تتفاعل مع المعركة الرئيسية في غزة يعني مساندة الحوثيين لما يجري في غزة كان هناك محاولات لاعتراض السفن الإسرائيلية أو التي يديرها إسرائيليين وكان هناك متابعة من الدول الغربية لأن هذا يتعارض مع مصالحهم القومية الوطنية العليا وكذلك يتعارض مع أمن دولة إسرائيل لذلك تم اتخاذ القرار في مجلس الأمن القرار 2722 كردع للحوثيين إلا أنهم لم يرتدعوا بناء على هذا القرار وكان هناك وعود بأن يتم استخدام قوة عسكرية واستخدمت هذه القوة العسكرية حيث أطلقت مئة صاروخ هيلفير على الأهداف مئة صاروخ تمهك عفوا على الأهداف الموجودة وهذه الصواريخ ذات قدرات تدميرية عالية مدى الصاروخ بين 1600 إلى 2500 كيلو قوله 5 متر و 56 سانتي هذه الطائرات التي هذه طائرات التايفون البريطانية التي انطلقت من قاعدة بريطانية في قبرص باتجاه الأهداف الآن هذا الصواريخ التومهوك لديها قدرات تدميرية عالية الرأس المتفجر في الصاروخ 450 كيلوغرام وزن الصاروخ 1315 كيلوغرام الآن تم استهداف كما ذكرنا العديد من الأهداف 36 موقع 60 هدف 100 صاروخ ضمن المنطقة إلا أنها باعتقادي لم تحيد القدرات التعرضية للحوثيين استشهد خمسة جنود وجرحة 6 من العسكريين ضمن المناطق التي تم استهدافها أثناء الغارات الآن نحن نتحدث عن منطقة في الشواطئ على البحر الأحمر بطول 280 كيلو متر ولا يمكن للولايات المتحدة أو بريطانيا أن تقوم بتأمين الملاحة في البحر الأحمر حيث أنه من السهولة للحوثيين أن يقوموا بإغلاق الملاحة في البحر الأحمر إذا استخدمت الألغام داخل البحر كذلك باستخدام الترسان الهائلة التي يمتلك الحوثيين والتي لها قدرات تدميرية عالية برؤوس متفجرة تحمل كميات كبيرة من المتفجرة شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواركم محمد علي أصماضي اشتركوا في القناة